السلام عليكم دكتور محمد بنتي عمرها سنة وتسعة شهور بترتعش وهي نايمة غالبا جسمها كله مع العلم اني كنت باخد دواء اعصاب اثناء الحمل والرضاعة وهي مفتومة من شهرين ونص وما زالت بترتعش هل ده نقص كالسيوم ولا ليه علاقة بادوية الاعصاب طيب الحقيقة انا مش عارف دواء الاعصاب اللي حضرتك يعني اللي كان بيتاخد اثناء الحمل والرضاعة ده ايه يعني وطبعا معرفش مدى احتياجك له قد ايه بس اكيد حضرتك بلغتي الطبيب المعالج اللي هو طبيب الاعصاب او طبيب المخ والاعصاب ان حضرتك حامل وبعد كده ان حضرتك بتردعي انا بقول الكلام ده لان معظم ادوية الاعصاب في العموم يعني بتتعارض مع الحمل والرضاعة لكن بيكون في حزبة معينة وطريقة معينة في حساب الجرعات لما بيكون لها احتياج كبير فتلاقي الدكاترة هنا حضرتك بتبلغيون بالمعلومة ما يدي معلومة ما يفعش ما تتقلش هم كمان الدكاترة بيسألوا الحياة من نفسهم يعني فيقول لك حديك حامل او بتردعي او كده تقول له اه يبتدي يحسب لك بعض الجرعات بطريقة مختلفة ويبتدي يختار بعض الأدوية مختلفة عن أدوية بس هو في العموم يعني استخدامها آمن ان شاء الله ولكن تحت مظلة طبية دقيقة من الملاحظة يعني ما بتبقاش كده في العموم بس نرجع بالسؤال اغلب الظن ان الحالة اللي عند طفلتك ما لهاش علاقة بقى بالدوى اللي حديك قلتيني والحياة فيه سؤال مهم برضو يعني انا دلوقتي بفكر مع حضرتك لان انا يعني لازم يبقى عندنا معلومات في السؤال فانا بسأل حضرتك هل فيه اي اعراض مصاحبة عند الطفلة يعني غير حكاية اللي ترتعش دي يعني مثلا اعراض مصاحبة زي ايه زي مثلا زيادة ضربات القلب او زيادة العرق او سرعة التنفس واخدين بالكو طبعا في العموم فيه اسباب غير مرضية للحالة دي الحالة اللي هي الرعشة دي زي ايه زي القلق والتوتر يعني لو الطفلة عندها قلق او توتر وده يعني بيحصل في الحالة دي ان المخ بيفضل على حالة من النشاط حتى بعد استرخاء العضلات وده بتحصل حتى للكبار لما يبقى فيه انشغال شديد بموضوع معين او بمشكلة معينة وتلاقيكوا حتى وانتوا رأدين او نايمين او حتى عادين على كرسي تبصت لقوا فيه ممكن يبقى فيه رعشة في الايد او في الرجل فالانشغال الشديد ده ممكن يؤدي لده دي اسبابها هي غير مرضية كمان تناول الكافيين والنيكوتين كتير هتقولولي يا طفلة بتاخد كافيين ونيكوتين اقولكوا اه مبدئيا الشاي اللي باللبن فيه ناس كتير قوي بيدوا الاطفالهم شاي وقولوا ايه هنحط عليه لبن وهنحط لهم بسكوت فيه الشاي من المنبهات فالتنبيه لو الكمية زادت يعني هو طبعا غلط على الاطفال وغلط بيعمل انيميا وبيعمل تساوس في الاسنان لو فيه بسكوت كمان في الموضوع بس انا بقولكوا انه اللبن مش بيخفف الضرر يعني هو بيغير الطعم بس انما الضرر هو هو فعشان كده انا بقولكوا بلاش حكاية الشاي باللبن دي للاطفال وانا كمان لحظت بقى انا بقولكوا ان فيه اطفال صغيري اطفال يعني اطفال عندهم عشر سنين وتسع سنين بتدوا يشربوا اهوة مش لازم تكون الاهوة الصريحة لكن يبتدوا يشربوا الاهوة اللي هي بانواع من الاهوة اللي بتتبعهم يعني عايزين يتصرفوا زي الكبار وما فيش توجيه بقى من الام والاب هنا ولا المدرسة الليقول لهم الحاجات دي غلط هم عايزين يصرفوا زي كبار فيبتدوا يطلبوا الحاجات دي تمام كمان المياه الغازية اللي لونها داكن اللي هي الغمقة دي فيها كفايين كتير قوي فاحيانا الحاجات دي لما بتبقى موجودة في الجسم بتؤدي الى الحكاية دي ان الجسم يترعش العضلات يحصل فيها رعشة كده تمام برضو من الاحوال اللي ممكن تسبب الحكاية دي انا كل دي بتكلم في الاسباب الغير مرضية اللعب العنيف قبل النوم هقول لكم حاجة عاملة زي ايه كده زي الاجهادات العضلية زي الرياضة بالزبط يعني فيه ناس كده تبزي المجهود تجري تلعب كورة ناس كبار يعني او يعني شباب او كده لما يجوا يناموا بقى تبصت لهم يحصل لهم تقلصات ويحصل لهم رعشة يعني رعشة يعقوبها تقلصات تمام اللعب العنيف يعني لو الطفل قبل ما ينام لعب بعنف يعني فيه اطفال كده بتدخل في حالة كده من الحركة الزائدة وتلاقي الأمهات والأباء يتجاوبوا معاهم فيفضلوا بقى يلعبوا مش عارف على السرير ويرموا بعض مش عارف بالمخد ده ومش عارف ايه وللأسف الشطات دي او المشاهد او اللقطات دي بتيجي في الأغاني وفي الأفلام على انها حاجة حلوة وحاجات زي كده بس ده غلط لان احنا كده اللعب العنيف ده او المجهود العضلي الزائد ده ممكن يسبب ارتعاش في العضلات برضو من الحاجات اللي بتسبب الحكاية دي اضطرابات النوم كلمنا الحلقة اللي فاتت عن اضطرابات النوم حلقة اللي فاتت على طول كان فيه سؤال كده الصهر والقلب اليوم يعني ان الطفل يصهر كتير او اليوم يتقلب بتاعه ده بيسبب الحكاية دي كل دي اسباب غير مرضية لكن في اسباب بقى مرضية لقدر الله تسبب الحكاية دي زي ايه زي اصابات العمود الفقري قدر الله طب زي حاجة مرض كده اسمه ويليام سندروم او متلازمة ويليام وده مرض في الأعصاب زي الانيميا وزي اضطراب حرق السكر يعني ان الطفل ده لو عنده سكر احنا ما جازم بنقول سكر انه ما هو التشخيص يعني انه اضطراب حرق السكر تمام زي كمان لو فيه امراض في الكلا او في الكبد وكمان لو فيه نقص امدادات الاكسوجين للمخ ولو فيه تشنجات صرعية يعني فيه اسباب غير مرضية واسباب مرضية طب نعمل ايه لابد من عرض الطفل في الحالة دي على تخصص المخ والأعصاب تخصص مخ وأعصاب مع اجراء تحليل اولية فيه حاجة اسمها التحليل الاولية يعني ايه وظائف الكلا وظائف الكبد صورة الدم مستوى السكر في الدم مستوى السكر حتى العشوائي تمام كده دي التحليل الاولية يعني نروح بها للدكتور وظائف كلا وظائف كبد صورة الدم سكر سكر عشوائي نروح للدكتور ونقول له بقى الحكاية زي ما قلتلكم تخصص المخ والأعصاب تمام كده ممكن الرعشات أثناء النوم دي بتحصل عند الأطفال اللي مولودين صغارين قوي حديثي الولادة يعني تلاقيهم وهم نايمين جسمهم يرعش كده كل الأباء والأمات اللي عندهم أطفال صغارين أو مروا بالتجربة دي وفكرين هتلاقي الطفل في الأسابيع الأولى من عمره بيحصل له الحكاية دي يتنفض كده هنسميه يتنفض وهو يبقى متدفي وكل حاجة والحكاية دي أحب أقول لكم بس أنها بتقل تدريجيا ممكن تستمر لحد عمر سنة وهي حاجة طبيعية بس لها شرط أنها تكون بتقل مش بتزيد بتقل مش بتزيد يعني ملاحظتنا لها أنها بتقل مش بتزيد تمام؟ ده تحت سن السنة إنما فوق السنة زي ما قلنا لازم الكشف الطبي